الدولة بتصلح بس تصليح مخطط ومرتب مش عشوائي مش مش الناس من هنا يطلعوا من مجرى عيون يروحوا تحت كوبر اكتوبر مش يطلعوا من تحت كوبر اكتوبر يروحوا عند كوبرود الفرج لا احنا بنحل المشكلة بشكل جزري بشكل لا يؤدي الى اعادة المشكلة من جديد تحية الى القائمين على هذا الامر وشايفين المخلفات شايفين المنظر المخلفات يعني حاجة مؤسفة البيت القديم اللي احنا شايفينه بتهدى قدامنا دلوقتي كل دا كان امتداد عشوائي غير قانوني على املاك الدولة وكمان ليس ملك للدولة ان هي متاح للبيع والشراء او الاستثمار او غيره دا اثر لا يمكن ولا يجوز لاي جهة من الجهات ان هي تقيم عليه طوبة واحدة لذلك ما يجري الان هو اعادة تصويب موقف تم اهداره وتم الوثوب الباطل على اراضي الدولة وتم السيطرة والسطو عليها بمعرفة بعض الخارجين عن القانون وبيتشبسوا الناس بها دلوقتي يقولك دا حق من الرحيم لا حق على ملك من املاك الدولة او ارض من ارض الدولة او اثر من اثر الدولة وخلي الناس الدولة وفرط لهم البديل سواء السكن او فرص العمل على الناس ان هي تنتبه انه لا يمكن ان تنهزم الدولة في قضية على حق لا يمكن ان يكون ذلك دا على نسق المسلس مسبيرو وبعض المناطق الاخرى بتعاد للقاهرة احترامها مرة اخرى يعاد للقاهرة القديمة القاهرة الاسلامية القاهرة القبطية القاهرة الفاطمية يعاد لهذه المدينة لانها عاصمة الثقافة والاثار ليس في المنطقة وانما في العالم كله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة